نحن نعيش عصر الفوضى أي وزير عزيزة من الحاجة بيعملها أي مسؤول عزيزة من الحاجة عايزة عشان وقتك وانا عارف وانا موسقل عليك ولكن ما قدرش يعني انت عارف الشهوة الإعلامية وسامحني في اللفظ أنتقل بك بيتكلم على الفوضى على مستقبل مصر السياسي وهتجاوز انتخابات مجلس الشعب اللي عندنا انتخابات رياسة في 2011 كيف ترى مستقبل مصر السياسي حابب عجالة بسعب نخلي دي الحلقة تالي لكن انا عايز اقولك انه حتى الان الرئيس مبارك هو اللي حينسر ربنا تدي له الصحة والعفل حتى الان انا عندي عدد من الاحزاب اللي حصلت على مقاعد في مجلس الشورى في الفترة الاخيرة دي حتقدم مرشحين خلاص اللي عنده مقاعد يقدر يقدم مرشح اللي عنده مقاعد يقدر 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 حسب المادة 76 والاحزاب اللي بنطبق علي الواطن هي الاحزاب اللي قسرت حصلت على هذه المقاعد احنا حنكون قدام معركة بصراحة غير متكافأة ليه نمرة واحد انت حصرت المعركة في هذه الأشخاص ورفضت تعديل المادة 76 وانا لا اتوقع ان المادة 76 تعدل حتى النقطة اتنين رئيس الدولة لديه كل الامكانات الاشراف القضائي غائب انا عارف ان الرئيس تو نزح ينجح ينجح لكن فرق كبير جدا بين ان تكون الانتخابات يشرف عليها القضاء وبين ان الانتخابات من غير قضاء انت ما تضمنش تحت يحصل ايه انت ما تضمنش الادارة بتشتغل ازاي كل واحد بتفكيره كل واحد عايز يجامل كل واحد عايز يعمل مش عارف ايه كل واحد عايز يجيب النتيجة ايه فالطبيعي ان تكون هناك انتخابات حرة ومحيدة وان تكون الاجهزة المعنية جميعا على الحياد فرق كبير جدا بين الحكومة والدولة الدولة هي المؤسسات هي اللي بتحميك وبتحميني هي اللي بتدفز القانون هي ايه حكومة دي ممكن يبقى لها توجه معين ممكن يبقى لها رؤية معينة الحفاظ على مؤسسات الدولة والحفاظ على تطبيق الدستور والقوالين هذا امر ممتع الدستور جميل كويس بس طبقه فعله على ارض الواقع وعشان كده انا بقول بكرة ايه اللي حيحصل بحيش يدر الكلب طب لو حصل لقدر الله توقعك ايه اسئلة سريعة منش باخد من الوقت كتير فراغ لقدر الله في مصر سياسي المؤسسة العسكرية موجودة انا ده تقدير المؤسسة العسكرية موجودة وما نتكلمنيش عن حاجات مش اكلمك انا اكلمك عن ايه موقفك ايه من البردع يا استاذ مصطفى لا بص البردعي من حقه ان يرشح نفسه يجي زي ما هو عايز بس انا بطرح سؤال ويمكن طرحوه عدد كبير جدا ومنهم عدد من اخواننا في جريت دستور انا قرأت مقال لنوارا نجم بنت احمد فواد نجم مقال جميل جدا انت ما هي حاجتك للاستقواء بالامريكان والاوروبيين ليه بتفتح الباب فجأة نكتشف انه قاعدين السفيرة الامريكية وسفراء دول الاتحاد الاوروبي مع البردعي يناقشوا مستقبل مصر السياسي ودعم الديمقراطية امريكا المجرمة التي ارتكبت جرائم في العراق والتي تؤيد اسرائيل واللي بتتدخل في شؤون الداخلية البلدان هي دي اللي هتصنع لنا الديمقراطية بردعي ثم الحكومة كلها قاعد مع امريكا الحكومة كلها هو بيقوله لا 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 فارق كبير جدا بين الافراد وبين الدولة انا في دولة مصطفى باكر لو في الدولة ما نرازم حيبقى لي علاقاتي مع الولايات المتحدة الامريكية مش هادرش فارق كبير بس ان تكون لي علاقاتي بعيدة عن التبعية وبين ان يبقى فيه تبعية لكن حذاري من ان تأخذ الدولة مسل وتطبقه على الافراد وإلا حاجة اقول والله طب انا هروح اسرائيل وقعد مع انتنيه ومش عارف يعمل معاه علاقات وتاجر معاه شأن الدولة لان لها علاقات ما ينفعش الدولة تحكمها موازين واتفاقات معاينة ننتقدها ونطلب الاصلاح وما يكونش في خلل في الموازين لكن الافراد اجي افتح الباب هل امريكا تسمح لنا ان احنا نبعث لجنة من عندنا هناك وسفراءنا يروحوا ينخشوا كيف هو بيقول لنا ما اجتمعتش في السر ما اجتمعت في العالم يعني ايه في العالم يعني ما حدش كان عارف ما عنديش ما حدش كان عارف كان مين حاضر معاه ما كانش حد حاضر معاه هو وحده فقط وقال هذا الكلام بعدها بكم يوم فالمشكلة انت ليه بتستقل بالاخر انت ليه بتفتح بابك لاخرين ما انت معاك الناس انزل للناس انزل للناس اذا شايفنا مع الناس فعلا لا اذا كان مع الناس قضية الناس دي الناس تبحث عن بدائل في مصر خلينا صراحة اللي موجوده قدامها حالة الاحتقان المجتمعية تدفع الناس الاختيار اي بدائل مهما كان لا انا عايز اقوله بس انه مش اي حد جايلي من بره هو ده الشعب المصري والحركة الوطنية المصرية قادرة على ان تقدم وطنيين وقادرين مثلا مثلا 100000 واحد ارشح لك طرق البشري ارشح لك محمد سليم العو ارشح لك يا حج 100000 واحد يعني حرام ان احنا نقول مصر ما فاش حد